بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين الحلقة السابعة والستون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات في لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء أهلا ومرحبا بالشيخ صالح في هذا اللقاء حياكم الله مبارك فيك هذا السائل أبو عبد الله يقول ما مناسبة الآية في قوله تبارك وتعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فروطا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد هذه الآية لها سبب نزول وهو أن جماعة من مشرك قريش جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان صلى الله عليه وسلم يخاطبهم ويطمع في إسلامهم وتقبلهم لدعوة الإسلام وفي أثناء ذلك جاء عبد الله ابن أم مكتوم الأعمى رضي الله عنه يريد أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم أو يريد أن يجلس مع الرسول صلى الله عليه وسلم ليستفيد منه فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنه وأقبل على هؤلاء طمعا في إسلامهم فعاتبه الله عز وجل وأنزل قوله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكر وأما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى عاتب الله نبيه صلى الله عليه وسلم لما لم يقبل على ابن أم مكتوم وأقبل على هؤلاء المسيكين طمعا في إسلامهم الله جل وعلا نهاه عن ذلك قال ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغدات والعشي يريدون وجه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وقال في سورة الكاف واصبر نفسك ايحبس نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغدات والعشي أمثال ابن أم مكتوم يريدون وجهه ولا تعدوا عيناك عنهم يعني لا تصد عنهم فهذا فيه مدح أهل الإيمان وأنهم يجب استقبالهم والبشاشة معهم وأما أهل الكفر فإنهم لا ينشغل بهم المسلم لا سيما ولي الأمر ينشغل بهم ويترك أهل الإيمان هذا السائل أبو علي يقول أشكل علي فضيلة الشيخ هذا السؤال وهو تسمية السور البقرة آل عمران النساء المجادلة هل هو حسب الآيات في السورة أو الحادثة في السورة؟ حسب ما ذكر في السورة يسمى السورة بالاسم الذي ذكر فيها وبالنسبة يقول هل يجوز جمع صلاة الشفع والوتر معا بتشهد واحد؟ نعم يجوز ولكن لا يجلس بينهما بل يكون ذلك سردا يسرد الثلاث جميعا ولا يجلس بينها لألا يشبهها بالصلاة المفروضة نعم يقول هل ورد حديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداها بالتراب؟ حديث صحيح هذا ورد في حديث صحيح في صحيح البخاري إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا وليغفره الثامنة بالتراب أو السابعة أو أولاهن بالتراب المهم أنه يجمع بين الطهورين وهو الماء والتراب لأن التراب طهور أيضا ولذلك يتيمم به عند فقد الماء فيجمع بين الطهورين لأن نجاسة الكلب مغلظة لا تزول إلا بجمع بين الطهورين يقول بالنسبة لي لعاب الكلب إذا أصاب الثوب يغسل نجس لقعب الكلب نجس ولكن يزيلها الماء يغسله السائل أم إبراهيم تقول بالنسبة للسجود على السرير كسجود التلاوة يا شيخ لا بأس به أن يومي بالسجود مرة بآية سجدة على حسب حال إن كان راكبا أو كان جالسا يسجد على الأرض أو كان راكبا يومي بالسجود وهو راكب السائلة وفاة من الرياض تقول يتداول الناس في هذه الأيام علاج أسفل البطن تقول أو تحت السر ويوضع عليه لاصق حتى الصباح ويقولون بأن المريض يشفى من جميع الأمراض جميع الأمراض لا أدري ولكن يعرض هذا على الأطبة وأصحاب الاختصاص هذا يسأل عنه الأطبة لا يجوز أخذ دواء مجهول حتى يعرض على أصحاب الفن يبحصونه ويبينون ما فيه يقول في الآية وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا طائره ما كتب عليه من خير أو شر وهو مكتوب وهو ملازم له في حياته يعمل بما كتب فيه من خير أو شر كذب المنجمون ولو صدقوا هل هذا حديث وما معناه لا أعلم أن هذا حديث ولكنه سائر على الألسنة ومعناه صحيح المنجمون كذبه ولا يمكن أن يصدق أما كلمة ولو صدقوا يعني لو وقع وفق ما قالوا إن هذا ليس لخبرهم وإنما هو لقضاء وقدر نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ يقول السائل إذا كان هناك خلاف بيني وبين شخص هل يرفع العمل في حالة عدم المسامحة لكل منا الخلاف في الدين هو الذي يمنع رفع العمل أما الخلاف في أمور الدنيا والخصومات فهذه لا تعلق لها بالإيمان وإن كان المطلوب أنهم يتصالحون فيما بينهم وينهو الخلاف فيما بينهم نعم يقولوا ريدنا نشتري من شخص سيارة بالتقصيد على أن أبيعها على غيره هذه مسألة التورق إذا احتاج الإنسان إلى مال أو تمويل إنه يجوز له عند جمهور أهل العلم أن يتقدم إلى التاجر ويشتري منه سلعة بثمن مؤجل ويستلمها ويقبضها ثم يبيعها على غير من استدانها منه ويقضي حاجته بثمنها فإذا حل الأجل يقضي ثمن السلعة للتاجر نعم يقول السائل أشكل علي حديث فضيلة الشيخ فكم أجعل لك من صلاتي قال ما شئت قال قلت الثلث قال ما شئت قلت النصف إلى آخر الحديث ما معناه معناه صلاتي الدعاء يعني أجعل لك من صلاتي يعني من دعائي الدعاء يسمى صلاة فيكثر الدعاء للرسول صلى الله عليه وسلم يقول لي صديق معه سيارة جديدة وكتب على آخر السيارة ما شاء الله أذكر الله خوفا من العين لا يجوز هذا هذا حرز يعتبر مثل الحرز لا يجوز كتابة الأذكار على السيارات أو المباني لأجل دفع العين لأن هذا من اتخاذ الحروز المنهي عنه نعم يقول هذا بأنه سوداني يرعى في البر ويكون البرد شديد ولا أستطيع الوضوء وأجمع المغرب والعشاء لا الجمع لا تجمع لكن تصلي كل صلاة في وقتها ما دمت مقيما في البر ولا تجمع الجمع إنما هو لمن جد به السير أو للمريض أو الجمع بين العشاءين في المسجد لأجل توقي المطر أو الوحل لا يجوز الجمع بين الصلاتين إلا لعذر شرعي وأنت مقيم مع المواشي فتصلي في محل إقامتك كل صلاة في وقتها أو في المنزل أو الخيمة أو الصندقة التي أعدت لك تصلي فيها كل صلاة في وقتها نعم يقول هذا البدعة لماذا سميت بدعة وهل فيها بدعة حسنة وكم أقسامها البدعة كما قال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فالبدعة هي العبادة التي يقترحها الإنسان وليس لها دليل من الكتاب والسنة يقصد التقرب بها إلى الله وهذا وهي باطلة ومردودة على صاحبها فيجب الاقتصار على ما ثبت الكتاب والسنة وترك البدع والابتعاد عنها على صلى الله عليه وسلم وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار يجب الابتعاد عن البدع قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا أي لم نشرعه ولم يشرعه الله سبحانه وتعالى فهو بدعة ويقتصر على ما ثبت من العبادات والطاعات ولا يحدث الإنسان زيادة يتقرب بها إلى الله وهي ليست مشروعة في الكتاب والسنة نعم أحسن الله يليكم يا شيخ يقول هل هذا من العلم الشرعي وهو أخذي العلم عن طريق الأنترنت والأشرطة وغيرها العلم يؤخذ يا أخي عن العلماء الجلوس بين أيديهم الحلقات أو يؤخذ عن العلماء في دور العلم من المعاهد من المدارس والمعاهد والكليات ولا يؤخذ العلم عن الكتب وعن الأشرطة وإنما يستفاد من الكتب ويستفاد من الأشرطة بعد عرض ذلك على أهل أهل العلم لأن على أهل العلم لأن هذه الأشرطة أو هذه الكتب قد يدخلها شيء من الكذب يدخلها شيء من الابتداع يدخلها شيء من الجهل نعم يقول يا شيخ ما صحت حديث عالم واحد أشد على الشيطان من مئة عابد من ألف عابد نعم لأن العابد يستطيع الشيطان يغويه لأنه ما عنده علم يقاوم به الشيطان أما العالم فلا يستطيع الشيطان أن يلبس عليه لأن العلم الذي معه يبين له كيد الشيطان في هذا مدح العلماء والثنى عليهم والاقتداء بهم نعم هذه السائلة عبد الله تقول ما فضل آية الكرسي وهل تقرأ في كل وقت نعم آية الكرسي آية عظيمة من قرأها عند النوم فإنه لا يزال عليه حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح أي آية عظيمة لأنها جمعت فيما ذكر فيها أسماء الله والصفات ذكرت وصف الله بالكمال وتنزيهه عن النقص والعيوب فيها نفي وإثبات فيها نفي الكمال لله والأسماء والصفات لله وفيها نفي النقص والعيب عن الله سبحانه وتعالى نعم السائل إبراهيم يقول ما حكم بيع المرهون لا يجوز بيع الرهن إلا بإذن الراهن وهو الدائن الدائن الذي رهنه لا يجوز إلا بإذن الراهن فإذا أذن جاز بيعه نعم الشيخ هذا يسأل عن معنى حديث إن الله لا يمل حتى تمله إن الله سبحانه وتعالى لا يمل حتى تمله هذا حديث ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل العبادة ويثيب عليها ما دام الإنسان يتعبد لله عز وجل ولكن الإنسان إذا ثقلت عليه أو شقت عليه العبادة وتركها الله جل وعلا يعرض عنه حتى يرجع إلى العبادة صلى الله عليه وسلم عليكم من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تمله نعم يقول بعض الناس يفضل الأولاد على البنات لا يجوز هذا إن كان يفضلهم بمعنى حرمان البنات وإعطاء الأولاد فهذا لا يجوز أما إذا كان يفضلهم بما وافق الشرع للذكر مثل حظ الأنثين فهذا لا بأس به هذا عدل هذا يقول فسروا لنا الآية الكريمة إنما يخشى الله من عباده العلماء نعم أن العلماء بالله عز وجل الذين يعرفون الله ويعرفون أسماءه وصفاته ويعرفون قدرته سبحانه وتعالى هؤلاء يخشونه أكثر من غيرهم من الجهال الذين لا يعلمون أسماء الله وصفاته وقدرته وقدره نعم له سؤال آخر أيضا عن تفسير آية في قوله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى نعم هذه سبع آيات وردت في القرآن بهذا اللفظ الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش الرحمن ثم استوى على العرش كلها جاءت بهذا اللفظ استوى على العرش وهو استواء يليق بجلاله العرش هو سقف المخلوقات وأعظم المخلوقات والله جل وعلا يستوي هذا من صفات الأفعال يستوي عليه إذا أراد ثم استوى على العرش وهو صفة فعلية وأما العلو وهو صفة ذاتية لازمة لله سبحانه وتعالى فلا يزال سبحانه في العلو وهو مع خلقه أينما كانوا بعلمه سبحانه وتعالى أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ هل يجوز شد الرحال لزيارة الأنبياء والأموات الصالحين هذا حرام وبدعة ووسيلة إلى الشرك فلا يسافر لأجل زيارة القبور ولا يجوز السفر إلى مكان لأجل العبادة فيه إلا إلى المساجد الثلاثة لا تشد الرحال أي لا يسافر إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة والمسجد الأقصى في بيت المقدس هذه المساجد الثلاثة يسافر إليها لأجل الصلاة فيها الصلاة في المسجد الحرام عن مئة ألف صلاة الصلاة في المسجد النبوي عن عشرة آلاف صلاة الصلاة في المسجد الأقصى عن خمسمائة صلاة صلاة الواحدة هذا السائل أبو عادل يقول عندي سفر لمدة سنتين للعلاج في إحدى الدول وقرأت فتوى بأنه يجوز لي أن أجمع وأقصر مدة علاجي خلال السنتين لا إذا كنت مقيما فلا يجوز لك القصر وأما الجمع إذا كان تحتاجه من أجل المرض فإنك تجمع وأما القصر لا ما دمت مقيما إقامة تزيد على أربعة أيام وأن تعلم ذلك يلزمك إتمام الصلاة يا شيخ إذا أقام المسافر في بلد ثلاثة أيام وفي نيته مواصلة السفر هل يجوز له الجمع؟ إذا كانت الإقامة أقل من أربعة أيام في أثناء السفر يجوز له الجمع ما إذا كانت الإقامة أكثر من أربعة أيام فإنه يتم الصلاة ما نصيحتكم يا شيخ للأباء الذين يطمعون في رواتب بناتهم ويؤخرون الزواج وقد بلغت من العمر أكثر من ثلاثين سنة هذا حرام عليهم وهذا عضل والعضل حرام والعضل منع المرأة من الزواج بكفء رضيت به وهذا ظلم لها لا يجوز له أن يفعله من أجل استثمارها ويفوت عليها الزواج هذا حرام عليه نعم يقول رجل يصلي بالليل ومن عادته يصلي الليل وصلاة الليل مثنى مثنى فقام إلى ثالثة ناسيا فماذا يفعل؟ يجب عليه الجلوس إذا قام إلى ثالثة ناسيا فإنه يجب عليه الجلوس وعليه سجود السهو نعم هل من السنة يا شيخ رفع اليدين عند دعاء القنوت؟ نعم رفع اليدين عند كل دعاء في القنوت وغيره وهذا من أسباب الإجابة نعم يقول في بلادنا عادة وهو لباس الأسود والتمسك به حتى الانتهاء من العدة لا أصل لهذا المعتدة تلبس معتدة للوفاة تلبس ما تيسر لها إلا أنها لا تلبس ثياب الزينة تجنب ثياب الزينة وتلبس ما عداها من الملابس التي ليس فيها زينة نعم أخيرا يسأل هذا السائل يقول ما هي كفارة اليمين المغلظة؟ كفارة اليمين كما ذكرها الله سبحانه وتعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم في آية المائدة فكفارته إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أي كسوة عشرة مساكين أو صيام ثلاثة أيام شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم على ما بينتم وأجبتم للإخوة والأخوات في أسئلتهم واستفسراتهم في حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدر شكرا لحضراتكم أنتم أيها السادة ويتجدد اللقاء إن شاء الله هذه تحية من فريق العمل ومن زميل عبدالله المواش الذي سجل هذا اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته